مطالبات بمراجعة فعالية جهاز أمن الدولة ضد حالات التجسس البرلمان النمسوي يقرر خطة إصلاح نظام التعليم دراسة تثبت عدم الجدوى من تنفيذ شبكة تيليفريك في فيينا شلطة المباني في فيينا تكشف عيوباً في 450 مبنى القطاع التجاري يطالب بإجراءات ضد المنتجات الصينية الرخيصة ومطار فيينا يضبط 7000 منتجاً مقلداً في طريقه إلى بولندا مرحباً بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم اقترح حزبي S.P.O. ونيوز على الحكومة النمساوية مراجعة إدارة أمن الدولة والاستخبارات DSN بعد حدثة التجسس المثيرة للجدل وستبدأ لجنة الرقابة DSN Control Commission التحقيق بهدف تحديد قدرة المخابرات على مكافحة التجسس الداخلي وتقييم إجراءات الأمن والوصول وذلك بعد فضيحة التجسس في وزارة الداخلية النمساوية في عهد هربت كيكل رئيس حزب الحرية الحالي ويتوجب مقارنة قدرة DSN مع بيفوتي ضد التسلل وتحسين التدابير الأمنية وفق البرلمان الوطني النمساوي على إصلاح جدري في نظام التعليم بما في ذلك تقصير مدة دراسة المعلمين وستصبح مدة دراسة المعلمين للمرحلة الابتدائية والبكالوريوس لمدة ثلاث سنوات والماجستير لمدة سنتين اعتبارا من العام الدراسي 2025 و26 كما سيتم تقصير مدة دراسة المعلمين للمرحلة الثانوية بسنة واحدة ابتداء من العام الدراسي 2026 و27 وتهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة جاذبية مهنة التعليم وتعزيز النظام التعليمي بشكل عام كشفت دراسة حكومية لمدينة فيينا عن عدم جدوى من تنفيذ شبكة تيليفريك فيينا كوسيلة نقل عامة إضافية وأجرت دراسة مكتب التخطيط المروري كوموبيل حيث أشارت إلى التضاريس وتكلفة الإنشاء كعوامل رئيسية وركزت الدراسة على مصارين محددين وأشارت إلى مخاوف بشأن المعارضة المحتملة من السكان بينما يظل رائد الأعمال حانستي تساكو ملتزما بمشروعه الذي يواجه تحديات بسبب التقييم البيئي وفي النهاية خلصت الدراسة إلى عدم جدوى شبكة تيليفريك من النواحي المالية والعملية أطلقت مدينة فيينا قبل عام حملة حماية المباني القديمة لمكافحة الإهمال حيث فحصت حوالي 2800 مبنى واكتشفت عيوبا في نحو 450 مبنى وتضمنت الحملة خطا ساخنا دائم وحملات مقثفة بانتظام في أحياء العاصمة حيث تقوم الفرق بفحص الأحياء بأكملها وتوثيق المخالفات ويشمل الفحص الاطلاعي على شروط البناء والسلامة من الحرائق والصحة العامة وفي العام الماضي رفض 443 مبنى واكتشف 544 عيبا ولم يتم التصنيف أي مبنى قديم على أنه قابلا للهدم حذر اتحاد التجار النمسوي من أن ما يصل إلى 35 رحلة شحر جوي يوميا من الصين تغرق السوق الأوروبي بالمنتجات الرخيصة مما يشكل عبءا هائلا على سلطات الجمارك ويواجه تجار النمسويون موجة متزايدة من المنتجات الصينية الرخيصة عبر منصات التجارة الإلكترونية داعينا إلى إصلاحات جذرية لضمان العدالة والأمان في الفضاء الرقمي وتثير المنتجات الصينية المخاوفة بشأن جودتها وسلامتها ودعا اتحاد التجارة إلى إنشاء نظام موحد لتتبع سلسلة التوريد وبناء قاعدة بيانات رقمية للجمارك على مستوى الاتحادي الأوروبية طبط رجال الجمارك في مطار فينا الدولي 7000 منتجا مقلدا قادما من هونغ كونغ في شحنة جوية متجهة إلى بولندا عبر النمسا ووفق الوزارة المالية تشمل المنتجات نظارات شمسية وأغطية هواتف وأحذية وقد تم اكتشافها خلال تفتيش شحنة عرفت على أنها عالية المخاطر في مارس وقد تم إيقاف الشحنة واختار أصحاب العملات التجارية العلامات التجارية وقال وزير المالية ماغنس برونا لا ينبغي الاستهانة بتزوير المنتجات وانتهاك الحقوق وأضاف أن المنتجات المقلدة تضر باقتصادنا وتشكل أيضا خطرا على المستهلكين كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا مزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا أبو ثعينة سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة